مفاجأة مدوية بوسكاتس خارج برشلونة والبديل جائز من إيطاليا لن نتخلى عنه ريال مادريد يرفض فكرة بيع نجم الفريق المتميز أصدقاء تشاف يدقون بواب الحرب عليه في برشلونة تصرفات غريبة إدارة الريال تستفز الليفربول بتقديم عرض قياسي لهذا اللعب مصير بابي مثل رونالدو ريال مادريد يعاقب اللعب الفرنسي أنشلوتي في موقف صعب للغاية وقلق قبل دربي مادريد مفاجأة كبرى في تشكيلة الدربي فينيسيوس يتحدى موراتا أهلا بكم متابعين في عرب جول أخبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والآن إلى تفاصيل النشرة يستعد المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي لخوض دربي جديد مع فريق ريال مادريد ضد الجار أتليتيكو مادريد مسال أحد في ميترو بوليتانو ضمن منافسات الدور الإسباني لليغة وفادت شبكة ديفانس ستونرال الإسبانية بأن أكثر شيء يقلق أنشلوتي هو ما سيفعله مع المدافع البرازيلي دير ميليتاو ومن المشاركة في التشكيل الأساسي للريال في الدربي من عدمه هذا في ظل إمكانية اعتماد تواجده منذ الدقيقة الأولى في اللقاء وأكد أنشلوتي بالفعل في تصريحات صحفية عن دفع بميليتاو في الدربي ولكنه لم يستقر حتى الآن على كيفية الدفع به سواء منذ بداية اللقاء أو من على دكة البودلة وأوضحت الشبكة المدريدية أن البرازيلي يمكنه المشاركة في الدربي بشكل طبيعي ولكن النادي الملك يريد تجنبه نوع من الانتكاسة بعد معانا اللعب من إصابة في مباراة سلتك بدور أبطال أوروبا في ملعب سلتك بارك ومنذ ذلك نحين يميشارك مع الفريق وأشار الديفانس أن الألماني أنتونيو رودريغر قد يكون البديل المناسب لتعويض ميليتاو في التشكيل الأساسي حال تفضيل أنشيلوت الحفاظ عليه والإبقاء عليه على دكة الاحتياط في الدربي يبدو أن الإسباني تشاف يرنانداز المدير الفني لبرشلونة يواجه تحدي خاص داخل صفوف الفريق الكاتلوني خلال الفترة الأخيرة وحقق برشلونة فوزا هاما على إلتشي ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدور الإسباني بنتيجة ثلاث سفر ويواصل برشلونة انتصاراته المحلية وتقديم الأداء الرائع تحت قيادة الإسباني تشاف يرنانداز وفقا لصحف الإسباني سيرجيو سول فأن المظاهر قد دعا فالقادة الأربع لا يبدو متحمسين مع دورهم الجديد ومع تألق الشباب الكامبنو لا يفتقدهم ولم يشارك الرباع سيرجيو بوسكاتس وجيرار بيكي جوردي ألبا سيرجي روبارتو في انتصار البرسة أمام إلتشي وعلامات الحزن ظهرت عليهم في دكة الفريق الكاتلون بدأ موسم لعب الوسطى الأوروغوياني فريدريكو فالفردي مع ريال بأفضل طريقة ممكنة حيث وصل اللعب النموع للصعيد الفني والشخصي وأصبح شخصية مهمة للغاية في غرفة ملابس فريق الميرينجي وأصبح فالفردي شخصية لاغنة عنها في النادي الأبيض حيث يرى الكثيرون بأن اللعب الملقب بالعصفور الصغير أصبح قادرا على الحصول على مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض وبمنتهى الحقية وللرغم من أن الكوت شانشيلوت يراهن عليه كجناح نيما ولكنه يميل أكثر إلى اللعب في الوسط ومساعدة الفريق بشكل مثالي وأشارت صحيفة الأس في تقريري الأخير عن فالفردي بأنه بعد تشجيل الأهداف بطريقة رائعة وإظهار روحا هائلة فأن اللعب السقر سيكون له هدف وحلم وبأن يصبح قايدا لريال مدريد في المستقبل واثر فالفردي سابقا قدرات على أن يكون اللعب وسط فعال ومتعدد الإمكانيات وهذا جعل بعض فرق الدور الإنجليزي تستادف التعاقد معه مقابل ما يقرب من 90 مليون يورو ولكن حسب التقارير الصحفية فأن الريال غير مستعد حتى للتناقش وعلى فكرة بيع فالفردي الذي يعتبره من اللعبين الرمزين مؤخرا في الفريق يسعى برشلون للتعاقد مع لعب جديد في خط الوسط لتدعيم الفريق في ظل تقدم سن اللعب المخضرم سيرجيو بوسكات وعدم ثبات مستوى وبحسب تقرير نشرته ذيسان الصحيفة البريطانية فإن الكتلان يراقبون وضع جورجينيو من تشيلسي ويمكن أن يتحرك لضمه في العام الجديد وشار التقرير إلى أن جورجينيو في عام الأخير مع تشيلسي وهو الأمر الذي شجع برشلون للتفكير في ضمه كلعب حر ولزيادة خيارات تشافي في خط الوسط وأكد تقرير الصحيفة البريطانية على أن جورجينيو قد قرر عدم الموافقة على تمديد التعاقد مع النادي الإنجليزي فإنه سيكون قادرا على التوقيع مبدئيا مع نادي خارجي في يناير ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه لا يزال من غير الواضح إذا كان النجم الإيطالي المخضرم يمثل جزءا في خطة المدرب الجديد للبلوس ويبلغ جورجينيو من العمر ثلاثون عاما ويجد اللعب في مركز لعب الوسطى المدافع وينتهي تعاقده مع تشيلسي يونيو الفاني وثلاثة وعشر وكان اللعب المخضرم قد انضم للبلوس في الفاني وثمانية عشر قادما من نابولي ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في مئة وستة وتسعون مباراة في كافة المسابقات سجل فيهم سبع وعشرون وصنع تسع أهداف لزملائه كشف التقارير صحفية صباح اليوم الأحد تقاريرا هم حول مستقبل الفرنسي كيليان بابي لعب الفريق الأول باريسان جرمان وعلن البي اس جي الفرنسي نهاية الموسم تجديد تعاقد مع كيليان بابي لمدة ثلاث مواسم حتى صيف عام الفاني وخمسة وعشرون وجاء تجديد الباريسان جرمان لتعاقد مع اللاعب بعد منافسة قوية مع الريال والذي حاول مع اقتراب نهاية عقد كيليان حسم صفقة التعاقد معه وتسبب أعلن باريسان جرمان لتجديد تعاقده مع كيليان في حالة صدمة كبرى لجميع جماهير الريال حول العالم خاصة أنه بمثابة الصفقة المنتظرة وفقا للصحف الاسباني خوزي دياز فإن اختيار كيليان بابي وكريستيانو رونالدو والأموال التي لا يستطيع الريال ولا يريد تقديمها وأكد دياز وكشفت صحيفة ليكيب أن مستقبل اللاعب لن يناقش مرة أخرى أبدا ولكن الريال ينظر إلى الاتجاه المعاكس الاستراتيجية الفرنسية معروفة جيدا إنه ليس بجديد لكنه لن يجد هذه المرة ريال مادريد الآن هناك شكوك حول ما إذا كان قد وقع بالفعل مدة موسمين بالإضافة إلى واحد من اختياره أو من اختيار النادي الباريز القطري بدأت اللعبة مرة أخرى سوف يفكر الكثيرون أن الحسابات واضحة بمجرد ظهور أخبار الصيف مرة أخرى سيتم الحديث عن اهتمام الريال مرة أخرى ويتم تمديد العلكة على هذا النحو حتى يصعد أن بابي إلى قمة حديقة الأمراء لقد تغير الوضع كثيرا بطل العالم اختار ممارسة حقه ولكن العواقب موجودة أنا لا أتحدث عن الأخلاق إنه مجرد خيار اقتصادي هو فقط يعرفهما إذا كان نادما على فعل ذلك أملا ولكن لن يدفع له 150 مليون يورو إجمالا في الموسم الواحد لن يقترب أي فريق آخر في هذا الرقم ولا من طلباتهم كم أنه لن يقع في الاستراتيجية المصممة بحيث ينتهي بهم الأمر من قطر إلى وضع جميع الأصفار الممكنة في العقل حتى لو تم إطلاق سراحه في 30 يونيو 2024 ولن يجروا أحد على الاقتراب من المواجم الفرنسي مرة أخرى لقد اتخذ القرار وسيرفق بقية حياته الرياضية للأفضل أو للأسوى كانت مسألة أرقام ومال مثل كريستيانو رونالدو وريال مادريد لقد طلب كريستيانو المزيد من المال ولم يستطع قادة النادي الأبيض ولم يرد القادة الدخول في مازاد انتال أمر بالبرتغال في يوغانتوس والآن في مانشستر يونيتد ولكن مع قرع رونالدو بابا مغلقا بالفعل هذه لحظات وقرارات مفهومة عند كل من بابي في عام 2017 بالكاد يبلغ من العمر 18 عاما ويبدو أن ظهور في ريال مادريد مع بيل وبينزيما وكريستيانو في أفضل حالات يمثل تحديا مستحيلا لكن بعد خمس سنوات تركوا أثرا من الاستراتيجية لن تكون أبدا يمكنك التخلص منها سيكون من الصعب على الفرنسي مغادرة باريسانجرما يوما كان يمكن للفرنسية الحصول عليها لكنه استقال وكل ذلك من أجل المال سيواصل الكيان المادريدي القيام بهدائه لن يتوقع شيء من مبابي أو هلان وبغض النظر عن قيمة البند التي يمتلكها النرويجي في عقده وإذا كانت العملية واضحة ويمكن مواجهتها فسيتم دراستها ولكن الريال لن يعيش بانتظارهم يمكن نسيانها الآن يسعى نادي ريال مادريد للتعاقد مع لعب باريس في صفوف بروسيا دورتموند خلال الميركات الصيفية القادم وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فأن الريال سينافس بقوة ثلاثة أندية من البريمير ليك على التعاقد مع جود بيلينج هام نجم بروسيا دورتموند خلال الصيف القادم وإشارة الصحيفة الإسبانية إلى أن دورتموند رفض رحيل بيلينج هام تسعة عشر عاما هذا الصيف وهقب انتقال إيرلينج هلاند إلى السيتي لكن من المنتظر أن ينتقل إلى نادي جديد نهاية الموسم الجاري وأوضحت أن ريال مادريد سيدخل هذا التحدي بقوة مع تشيلسي ومانشستر يونيتد وليفربول وذلك من أجل حسم صفقة بيلينج هام رغم ما يتردد بأن دورتموند لن يفرط في اللعب بأقل من مئة مليون يورو وضافة أن ليفربول يتقدم المرشحين بهذه الصفقة بنسبة طفيفة لكن في الوقت نفسه يبدو رئيس الريال فلورانتينو باريس مستعدا للتوقيع على رقم قياس جديد ولنقل بيلينج هام إلى السانتياجو برنابيل وانضم جود بيلينج هام مع فريق بيلينج هام الإنجليزي إلى بروسيا دورتموند في صيف 2020 ووقع عقدا يربطه بيصود الفيستيفال حتى صيف 25 يلتقي ريال مادريد مع الأتليتيكو مسال يوم الأحد على ملعب الميترو بيليتانو ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الإسباني لليغا وسيفقد ريال مادريد في مباراة اليوم خدمات الثناء لوكاس فاسكاز وكريم بنزيم ويحتل الريال كذلك وصفة ترتيب الدور الإسباني مؤقتا بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة 15 نقطة من المباريات الخمسة السابق وفي المقابل يحتل أتليتيكو مادريد المرتبة السابعة برصيد 10 نقاط جماع من ثلاث انتصارات وبينما تعادل في مباراة واحدة وخسر مثله بحسب صحيفة ياسا الإسبانية فان التشكيل المتوقع للديربي كالتالي في حراسة المرمى لريال مادريد كورتوات دي فاكر فخال ميليتا ولا باماندي في الوسط مودريتش وشاوميني وكروس أما في الهجوم فالفيردي رودريغو فينيسيوس وبالنسبة لأتليتيكو مادريد حراسة المرمى أو بلاك الدفاع فيستيل وكذلك فيليبي وكذلك رينيلدو الوسط مولينا كوندو جيبا وساول وكوكي في الهجوم كوريا وموراتا وقواو فيليكس ترجمة نانسي قنقر